السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم هو موضوع مهم التشبت بدكر الله والالتزام والتشبت في الدكر يوميا يعني أنصحك أن تذكر الله لا تهمك لا دنيا ولا يهمك لا شيطان ولا سحر ولا حسد ولا مشاكل فسلم مشاكلك إلى الله سلم نفسك إلى الله لن أتعمق في هذه القصة ولكن سأذكره اقتطافات منها ومن هو هذا الشخص عليه السلام وهو نبي من الأنبياء من خصائص هذا النبي كان لا يقف لسانه على الدكر ويقال أنه هو أول من خط بالقلم يعني كتابه وعلم الزراعة إلى الناس تخطيط المدن يعني الخرائط التي يعني اليوم تخطيط المدن أول من خطط المدن وأول من خيط الثياب ولبسها ويقال أول من ركب الخيل أول من استدل بالنجوم استدلال بالنجوم ويقال أنه كان يصعد إلى السماء ويتعلم العلوم وينزل عليه الوحي وينزل عليه علم والله أعلم ويتكلم عديد من اللغات وهو يدعى بالصديق من كان نبيا صديقا يعني هو جده آدم كان هو ثالث نبي هذا النبي هو إدريس عليه السلام تذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا لأنه رفع الله درجاته يعني بكثرة العبادة وكثرة الزكر رفع الله درجاته مكانا عليا ويقال أنه كان في السماء الرابع والله أعلم ويقال أنه لم يموت في الأرض وفع الله إلى السماء الرابع وقبض روحه والله أعلم كان مخلصا وكان صديقا وكان لا يغفل على ذكر الرحمن 24 ساعة أول من خيط ملابس ولبسهم وقديم الزمان في عصره كانوا الناس يسكنون في الكهوف فعلمهم أن يسكنوا في المنازل وبنى المنازل وأول من بنى المدن هو بنى المدن والمنازل وعلم الناس أن يسكنوا في المنازل سأريك يا من تعتمد على الرقات ويا من تقول أن شيئا ما سيشافيك ويدويك ويرفع مقامك من غير ذكر الله ويا من تعتمد على الناس الآخرين ويا من تغفل عن ذكر الله ويا من يتبع الأحجار الكريمة والكتب والسحرة وسدي فلان وسدي فلان الزيارة والتخربيق والجن واستعتمد على الجن واعتمد على الآخرين والاعتمد على الآخرين الله لا يحب والخرافة التي اخترعناها اخترعها الانسان عبر الزمن هي مثل الحجامة وقلع الدم الحجامة والتخرب كل شيء سأقول لك ماذا كان يفعل نبي إدريس كل ما كان يخيط تياب كان يقول سبحان الله وبحمده والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده والله أكبر ولا إله إلا الله سبحان الله وبحمده والله أكبر ولا إله إلا الله يعني كل ما كان يخيط كان يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا كان يذكر الله في حياته اليومية يعني كان أن أنصح بهذه الطريقة يجب أن تذكر الله في غسل الملابس في الشارع في العمل هذا ما كان يفعل سيدنا إذيس كان يذكر الله وهو يخيط الملابس في كل تخيطات كان يخيط كان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله أكبر لا إله وخير الدليل قال الله ورفعناه مكانا عاليا يرفع الله مقام كل ما تذكر الله سيرفع الله مقام أحطكم على الذكر يجب أن تذكروا الله اذكروا الله ولا تغفلوا على ذكر الله لم ينفعك أي شيء إلا الأذكار والباقيات الصالحات هذا كل شيء وإلى اللقاء والسلام